أعلم بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي ولهنا نتجول كده في صفحات السوشيال ميديا ونشوف الصفحات والسوشيال ميديا ركزت على إيه في الأهلي خلال الساعات الأخيرة أول حاجة معي حساب يلا كورة وحساب يلا كورة على تويتر مكتوب إن حمد فتحي يعاني من ألام في الخود ومشاركته في يد الجهاز الفني حمد فتحي يعاني من ألام في الخود ويحتاج إلى الراحة ولكن إذا احتاجه الجهاز الفني يمكنه المشاركة ده مصدر يلا كورة بخصوص مشاركة حمد فتحي خاصة حمد يشارك في مباراة الأهلي والزمالك وخرج في الشوت التاني وأعتقد الفترة الجاية هيبقى فيه إصابات عديدة شايفنا فيه الصفوف الأهلي حمد فتحي وعلي معلول ومحمد عبد المنعب وآليو ديانج نتمنى يا رب السلامة للجميع عشان بالتأكيد سلامتهم في المقام الأول ثم بعد ذلك الفريم احتاج كل لاعب في الفترة اللي جاية طيب حساب كورة بلس على تويتر بيقولوا أن سامي أمصان بيجهز سنائي وسط الأهلي لمواجهة غزل المحلة هنا الكلام على السنائي محمود متولي وأحمد نبيل كوكا وأن فيه مصدر داخل الأهلي قال لكورة بلس أن فيه ثقة كبيرة في أحمد نبيل كوكا وفي إمكانياته واستبعاده من لقاء القمة كان لرغبة الجهاز الفني في تواجد عناصر الخبرة في اللقاء فرص لحق أليو ديانج وحمد فتح بلقاء المحلة هتبقى صعبة للغاية بسبب إصابة ديانج في الرجبة وحمد فتح في الخض وبالتالي الكابتن سامي أمصان بيجهز متولي وكوكا للدفع بأحدهما بجوار السلية في مواجهة غزل المحلة قلت الإصابات جاية في توقيت ترخم جدا لكن عندنا قدرة إن شاء الله بأي 11 نقدر نعمل نتائج كويسة في الفترة الجاية وده حصل بالتأكيد في مباراة أسترني كامباني وإزاي قدر الأهل يفوز بعربعة أهداف في ظل غياب أكتر من عشر لاعبين دوليين في الفترة الأخيرة طيب نروح لحساب الوطن الرياضي وحساب الوطن الرياضي بيكلم فيه أزمة كبيرة هتواجه الأهل قبل مواجهة المحلة حساب الوطن على الفيسبوك قال إن الإصابة بتضرب سبع لاعبين الكلام على محمد عبد المنعم أنه لسه بيقدي تدريبات تأهلية ومشاركش في أي تدريبات منذ شهر قال يود ينجي بيشكو من إصابة في الرجبة ونسبة لحاق المطش المحلة هيبقى صعب نفس الأمر يبينطبق على علي لطفي عنده إصابة في معصم اليد حمد فتح وعلي معلول عندهم إجهاد شديد وليسه يخضعها لفحص طبي أحمد عبدالقادر جالوا حالة إجهاد بعد مباراة القمة وهيجري أشعة عشان يتحدد موقفه أيمن أشرف بيعاني من إصابة وغيب عن مباراة القمة نحن بنتكلم على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سبع لعيبة مهمة جدا في صفوف الآلي خلال الفترة اللي جاية بعد إعلام القيمة النهاردة هنعرف بقى بشكل رسمي مين اللي هيكون موجود في المباراة ومين هيكون خارج المباراة سواء الأسباب فنية أو حتى بسبب الإصابة طيب كورة بلس النهاردة برضو كان بيركز على تصراحات مهمة للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام حتى الآن وقال الكابتن عصام لقاء الأهل وغزل المحلة غدا في الدوري يديروا حكام مصريين واستخدام حكام أجانب لمباراة بيرامدز ما قالش جديد يعني احنا كلنا عارفين أصلا إن الأهل كان طلب حكام أجانب ومباراة الأهل والزمال الجيه تاقم تحكيم أسباني عشر على عشر بصراحة بكل يعني بشهادة كل خبراء التحكيم ومباراة الأهل وبيريامدز غالبا أو بنسبة كبيرة مؤكدة يعني هيكون كمان حكم أو تاقم تحكيم أجنبي سواء في الملعب أو حتى في تقنية الفيديو تقنية الفارب والمناسبة هي مباراة كأس مصر مش مباراة دوري وهتتلعب يوم 26 نا 6 وإن شاء الله كل التوفير للأهل في هذه المباراة طيب نروح لليوم السابع واليوم السابع النهاردة في صفحة رسمية لهم على الفيسبوك قالوا إن الأهل يصابق الزمن لضم حارس مرمى بعد أخطاء الشناوي في القمة 124 عنوان بالنسبة لي غريب جدا يعني مش عارف لطى عليك بصراحة على هذا العنوان إن الأهل بيفكر في حارس مرمى وبيصابق الزمن بعد أخطاء الشناوي في القمة مصطفى شبير اللاعب بدون علي لطفي وبدون الشناوي الأهل يقدر يكسب مباراتين حتى لو الشناوي ما كانش موفق حتى لو محتاج راحة الفترة الجاية ده مش معناه إحنا بنسيب المسلم كله ونقول على آخر السنة خلاص نغير ونجيب حارس مرمى طبعا اليوم السابع على وحدتهم كتبين إن في مفاوضات مع محمد صبحي وإن محمد صبحي حارس الزمالك المعارل فرقه فرقه هيفعل باند الشرى ولما يفعل باند الشرى الأهل هيشتريه ده السيناريو اللي مكتوب النهاردة في اليوم السابع كمان مكتوب إن لو فشلت صفقة محمد صبحي رغم إنهم رسموا خلاص سيناريو انضمان محمد صبحي يعني بس ما بيقولوا سيناريو تاني لو فشل انضمان صبحي فيه سيناريو آخر إن إلهة اللي بيفكر فيه محمود جات حارس أمبي وأنا بأكد لكم إن الغاية اللحظة دي لا فيه تفكير فيه ضم حارس مرمى ولا فيه تفكير فيه تدعيم مركز حراسة المرمى لأنه لسه الكلام ده سابق لقوانه ومش هيتم الحكم عليه ولا تحديد الاحتياجات دي إلا بعد نهاية الموسم خاصة لما ييجي مدير فن أجنبي يبدأ يخطط للمرحلة اللي جاية أخرج الفاصل وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج التريند ترجمة نانسي قنقر